رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي وحققت مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية خاصة خلال أزمة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية بخطة ثابتة يسير الاقتصاد المصري نحو الأمام في ظل تنفيذ قيادة سياسية قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي ناجح نال إشادة جميع المؤسسات الدولية إشادات انعكست وألقت بظلالها على الاقتصاد ليعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي ففي أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي صندوق النقد أرجع تحسن توقعاته للأداء الاقتصادي بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة كورونا خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون صندوق النقد أشار كذلك إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نموا إيجابيا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا وصدور بيانات اقتصادية إيجابية وكان البنك الدولي هو الآخر قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية وأرجع البنك الدولي ذلك نتيجة لتحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك قطاعات استخراج الغاز والتحسينات التدريجية في قطاع السياحة في المقابل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي